بسم الله الرحمن الرحيم مني أنا محمود أطلقش كل التحية والتقدير مشاهدنا الكرام ومتابعينا في كل مكان أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج بالتفصيل المحليات غياب المحليات لتأثير كبير جدا على المجتمع وخاصة على الطبقة الفقيرة في المجتمع غياب المحليات خلق حالة من اللامبالاة عند المسؤولين المحليات كالعادة هي السبيل الأوحد للمواطن الفقير المواطن كان من السهل عليه أن يوصل لعضو المجلس المحلي في أي وقت لطرح مشكلة معينة داخل القرية أو داخل المدينة بتاعته والمجلس المحلي كان دايما بيسعى أنه يحل المشكلة غياب المحليات في ضوء غياب التشريعات وضوء المحاسبة من مجلس النواب طبعا ده بيخلق فرص كتير جدا للفساد داخل المحليات خلينا نقول أنه احنا دايما في برنامج بالتفصيل بنشيد بآداء المسؤولين المتميزين في العمل والمخلصين في العمل بتاعهم ولكن ده ما يمنعش أن احنا النهاردة لما نلاقي في جهة معينة تابعة لوزارة معينة وفي ضربة حصل من مسؤول معين أن احنا النهاردة نقول يا جماعة خلوا بالكو هنا في مشكلة بنحاول نحلها مع بعض احنا النهاردة عندنا مشكلة من المحلة مشكلة خاصة بالمحليات وخاصة بهاية الأوقاف طالعين نتكلم فيها وطالعين بنناشد السيد وزير الأوقاف لحل هذه المشكلة معانا النهاردة الأستاذ فادي مرقص المحامي المدني والمتخصص بتأسيس الشركات السيد فادي ازاي حضرتك؟ اهلا وسهلا سيد محمود اهلا ربنا خليك فاندي السيد فادي خلينا نوضح المشكلة للسادة المشاهدين من البداية المشكلة عبارة عن ايه؟ بدأت ازاي؟ المشكلة بدأت باختصار أن فيه الناس قدموا على مشروع اسكان اجتماعي للشباب في سنة 2012 استوفوا شروط التقديم كله بدأوا أن هم يحصلوا على الوحدات في 2015 بعد ثلاث سنوات من البحث والجري وكل ده مجلس المدينة وقت التسليم حولهم على هيئة الاوقاف بالمحلة الكبرى وما حدش عارف سبب التحويل يعني تقديم الملفات بتاعت الاسكان الاجتماعي كانت في مجلس المدينة وما حدش يعرف سبب التحويل ايه ولكن الناس بطبيعة الحال يعني هي كلها بالنسبة لهم جهات حكومية أو جهات رسمية هما ما يعرفوش فرقات ما بينهم فرح تمام خليني اقولك أنه المضوع ده ابتدى امتى بالضبط؟ بدأ في 2012 تقديم بناء على المجلس المدينة طرح وحدات اسكان اجتماعي فالناس قدمت المتقدمين قدموا فحصوا الملفات واللي ينطبق عليهم الشروط بدأوا أنهم يستكملوا الاجراءات استوفوا الاجراءات كلها في نهاية 2015 وفي التاريخ دوت وقت تسليم الوحدات على حسب ما مجلس المدينة بيوجه الناس أو بيتعامل معهم وما إلا ذلك بعتوا الناس كلهم لهيئة الأوقاف بحيث أنهم يسلموهم هو دلوقتي الموضوع ده خاص المفترض أنه هو بوزارة الاسكان تمام تمام يعني هو خلاص قدموا واستوفوا شروطه كلها رايح يستلم الوحدة بتاعه وقاله لا لو سمحت روح مجلس روح هيئة الأوقاف يعني هو راح لمجلس المدينة قدموا استوفوا شروطه وخلص كل حاجة تمام المفترض أنه هنا أنه مجلس المدينة هو اللي يسلموا الوحدات السكنية بالضبط بمجاب أن الإعلان إعلان عن طريق مجلس مدينة المحل مظبوط فالمفروض أنه هو اللي بيسلموا الوحدة تمام فوقت تسليم الوحدات ما حدش يعرف سبب اللي حولوا عليه الناس لهيئة الأوقاف إيه ولكن قيل أنه ما كانش فيه وحدات كافية لتسليم الناس الشروط يعني هو الأسماء مستوفية الشروط ولكن ما فيش وحدات كافية ما فيش وحدات كافية فحولهم لهيئة تانية فحولهم لهيئة الأوقاف تسليمهم مظبوط تمام ولكن طبعا الشواء في مضمونها هي شواء اسكان اجتماعي ويعلم أي حد طبعا أن شواء الاسكان الاجتماعي في جوهرها شواء تمليك وحدات شواء بتهدف لاستقرار الإنسان بشكل عام وكذلك الدولة بتدعم الاستقرار ده وبدعم مادي ودعم مباني وكل حاجة فالناس طبعا لما بيقدموا على مشروع إسكان شباب محدش بيبحث ما وراء تقديم ملف الطلب خلاص أنا بتعامل مع جهة حكومية فأنا واسق راحوا استلموا الوحدات من هيئة الأوقاف مضوهم على العقود وخلاص وخلاصوا واستلموا وقدموا على عددات المرافق المية والكهرباء بأساميهم الناس دفعوا مبالغ التأمين وخلاص واعدوا استلموا الوحدات وكل حاجة بقت تمام ولكن المشكلة بدأت تحصل بعد خمس سنين هما استلموا في 2015 بدأت المشكلة تحصل من شهر 7-2020 من شهر 7-2020 بدأت المشكلة بالضبط تمام اللي هي بقى اللي هي ان الناس عارفين ان احنا دلوقتي مسلمين شوى اسكان اجتماعي فبالتالي احنا مستقرين في اماكننا احنا متملكين او هنتملك على بعد عشرين سنة مثلا كما هو متعارف عليه في اسكان للشباب مزبوط يعني اسكان الشباب المتعارف عليه في اي مكان حضرتك شخصيا لو سمعت ان فيه اعلان اسكان اجتماعي للشباب هتعرف ان انت هتدفع اقصات لمدة مثلا عشرين سنة وبعد كده بتملك تمام مزبوط تملك الوحدة بتملك الوحدة مزبوط فالناس عارفين ان هي في النهاية شوى تمليك في 37-2020 الناس رايحين بشكل طبيعي جدا بيدفع القصط هو بالنسبة له قصط تمام فتفاجأ بان موظفين هيئة لو قاف بيقولوا لا انت العقد بتاعك انتهى قالوا يعني ايه عقد انتهى انا واخد شقة اسكان اجتماعي انا يعني ايه عقد انتهى قالوا لا انت واخد شقة عقد ايجار هنا بدأت تحصل مشكلة لان الناس مضوا على عقود ايجار وكان المفروض من البداية يتم توقعهم على مثلا عقود بيع بالتقصيد هم من البداية ما كانوش عارفين انه دي عقود ايجار لا تعال امضي تمام فدخل مضى مضى على ايه مضى على تمليك الوحدة على وحدة اسكان اجتماعي المفترض ان انا النهاردة عندي عقد موجود ليه حقية تمليك الوحدة بالزبط بالزبط تمام ولكن هو بالنسبة له مضى على عقد تمليك وحدة معقولة ما قرأوش بنود العادة خالص انا عايز اقول لحضرتك ان جميع الناس في المساكن بتاعت الرهبين مؤهلات متوسطة ناس بوسطاء المعيشة جدا ناس بوسطاء الدخل جدا يعني لا يفقهوا اي شيء في الحياة او الفرق ما بين انه يكون عقد ايجار وعقد بيع وانا عايز اقول حاجة تانية تمام حضرتك شخصيا دي ترجع الامور الى حد ما فنية يعني حضرتك شخصيا لو رح تتقدم على شقة اسكان اجتماعي ووجدت نفسك ان انت بتوقع العقد مع هيئة الاوقاف المصرية انت بتوقع العقد مع جهة حكومية رسمية جدا تمام هل هيصور داخلك اي شكوك مفيش شك طبعا مفيش شك مزبوط مستحيل مزبوط فانت مش هيصور داخلك اي شكوك تجاه الموضوع ان هو قد يكون فيه شيء من التلاعب او التدليس او الغش مستحيل انت بتوقع العقد مع جهة حكومية فخلاص السقة موجودة تمام فالناس وقعوا قوت انا وقعت على ايه ما اعرفش بس انا قدمت على مشروع اسكان اجتماعي هل انا ماخدش نسخة من العقد طبعا بياخد نسخة من العقد تمام ولكن هو بالنسبة له انا هدفع اقصات على عشرين سنة وبعدين اتملك هنا حصلت المشكلة في تلاتين سبعة البند ده كان موجود في العقد البند ده مش موجود في العقد لسبب لان العقد اصلا اللي تم توقيعه هو ما ينفعش يكون عقد جار ليه يعني العقد اصلا الموقع ما بينهم دي شقة اسكان اجتماعي مظبوط اذا فانا بوقع عقد بيع بالتقسيط على عشرين سنة تمام فالفرق مش فرق في البنود بتاعة العقد فرق في مضمون العقد الاساسي من فوق الاسم عنوان المكتوب من فوق ان هو عقد ايجار او عقد بيع بالتقسيط مسمى العقد نفسه كمان مختلف هم مضوا على شيء تاني خالص مغير للي المفروض يمضوا عليه تمام دي هنا المشكلة الناس بالنسبة لهم شايفين ان احنا مستلمين شقة اسكان اجتماعي مظبوط الجهة الادارية من 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 واقع نظرتها الشخصية شايفة ان احنا مؤجرين شقة تمام واحنا ما بنملكش شقة اللي هي هي هيئة الواقف مظبوط هنا واقع المشكلة ان الناس جنف تلاتين سبع بيدفع بالنسبة له القصة اللي انا بعد عشرين سنة خلاص هتملك الواحدة يتفاجأ بان هو بيقوله انت انهيت مدة التعاقد تعال اتعاقد على عقد جديد تمام مظبوط كان فيه بند من بنود العقد ديليل احقية انه يجدد العقد بنفس المدة المعيينة فيه يا فندم اي يا فندم العقد كعقد ايجار كمجرد عقد ايجار لا نبحث في اي امور اخرى ولكن كمجرد عقد ايجار منصوص فيه صراحة بامكانية تجديد العقد لمدة او مدد مماثلة مع زيادة قانونية 10% كل مدة ايجارية ده بند موجود في العقد اي يا فندم تمام البند الموجود موجود ان الاجار 211 جنيه مظبوط لمدة 5 سنوات ويجدد لمدة مماثلة تمام يعني ممكن يجدد لمدة مثلا لمدة 5 سنين تاني او خمس يعني بالنسبة لنا يجدد لمدة مظبوط مليال 211 تمام مظبوط هنا بدأت المشكلة تحصل في شهر 7 لما راح يدفعوا ايجار او قصة شهر 8 المعتاد تمام قالوا لهم لأ انتوا انهيتوا التعاقد تعال امضي معي عقد جديد قالوا لأ يعني عقدك زي انا انا ماضي عقدة تمليك انا واخد شقة اسكان اجتماعي الشقة مدعومة واحنا عارفين ان الشقة مدعومة من وزارة الاسكان تمام طيب ازاي انت بتقول لي انت انهيت تعاقد رفضت الجهة الادارية استلام الايجار هنا بدأ الجهة الادارية رفض استلام الايجار اللي هي هيئة الاو قاف اللي هي هيئة الاو قاف هما خلال الخمس سنوات كلها كانوا بيدفعوا بيدفع الايجار وبياخد وسط الايجار وخاءة عادي جدا مظبوط بالنسبة لهايئة الاو قاف الشخص ده شخص مستأجر تمام هو بيدفع ايجار مظبوط بالنسبة للشخص المواطن نفسه هو شخص يعتبر انا مالك وبدفع إقصاد على عشرين سنة وهتملأ فهنا بدأت المشكلة إن الجهة الإدارية رفضت تاخد الإيجار ده دع طبعا إن احنا نعمل كإجراء قانوني متبع نعمل حاجة اسمها عرض القيمة الإيجارية بإنذار رسمي على قد محتر هي رفضت تاخد الإيجار ليه؟ بنوع من إنه هو إثبات الحالة أنا ما أخدتش الإيجار فأنا بثبت حالة فأنا يحق ليه بعد كده إن أنا أطرد المستجر ولكن المشكلة مش مشكلة إنه هو مستجر وما دفعش أجرى المشكلة في أساسها إنه هو أصلا شخص في حكم متملك الوحدة والناس دول كلهم أسماءهم نزلت على كمبيوتر مجلس المدينة في المحلة يفيد بإنه هم مستلمين وحدات إسكان اجتماع للشباب ولا يحق لأي واحد فيهم إعادة التقديم مرة أخرى لاستلام وحدة سكنية مظبوط إذن فهو أخد حقه من الدولة كده متملك هو بالنسبة للدولة متملك مظبوط بالنسبة لهيئة الأوقاف لوزارة الإسكان أخد الدعم المالي من الدولة في حقه في إسكان الشباب ده كده حقه تمام تمام بالنسبة لهيئة الأوقاف هنا موطن المشكلة لأن هيئة الأوقاف بتعامل الناس كمستجرين والعقد اللي مضوع عليهم عقد مغالط تفصيلا جملة وتفصيلا تمام العقد المفروض يكون عقد مثلا بيعبط اسمه المسمى الرئيسي من فوق عقد بيعبط تقسيط على عشرين سنة مظبوط إذن فنبك في عقصات متساوية أو حتى متزايدة بالنسبة سابتة ولكن تختصم من ثمن الوحدة مظبوط باعتبار أن هي وحدة إسكان اجتماعي تمام وتلقى الدعمها من الدولة تمام الوحدة مش وحدة مجرد شقة أجار يعني مش مجرد علاقة إيجارية أنا جاي بستأجر لمدة سنتين تلاتة أربعة وأنت تجدد للعقد تمام الشقة في محتوها شقة إسكان اجتماعي تخضع للإسكان الاجتماعي تخضع لدعم الدولة تخضع لكونها تحت مسمى إسكان للشباب طيب خليني أقول لحضرتك هما النهاردة راح يدفع الإيجار هيئة الأوقاف رفضت تمام إيه اللي تم بعدين طبعا كإجراء قانوني متبع عملنا حاجة اسمها انزار عرض كيمة إيجارية نظبوط بحيث أن احنا بنعرض الإيجار على الهيئة الإيجار المستحق تمام وطبعا طبقا للشروط الموجودة في عقد الإيجار كمجرد عقد إيجار كبحث عقد إيجار هو كاتب لي أن العلاقة الإيجارية بتاعتك خمس سنوات تنتهي في 31 سبعة 2020 مصبوط وتجدد لمدة ممثلة مع زيادة 10% ده في العقل ده في العقل تمام مصبوط فعرضت الإيجار مع زيادة قانونية العشرة في المية تمام مصبوط أصبح أنا دلوقتي زمة الموكل بتاعي مبرأة من دين الأجرة تمام سواء الهيئة استلمت ليكن سواء الهيئة ما استلمتش فأنا زمتي مبرأة من دين الأجرة بيوضع بعد كده المبلغ في خزينة المحكمة وإذا شاءوا هما فصرفوه من خزينة المحكمة ولكن زمة الشخص المستأجر أصبحت مبرأة هل هما النهاردة الأهالي عندهم اعتراض أنهم يدفعوا الإيجار لمدة ممثلتين؟ خلص المشكلة المشكلة زي ما بقول ساعتك أن هي أولا وحدة تمليك تمام وليست وحدة إيجار تمام أنا النهاردة داخل الوحدة هنفترض أنها وحدة إيجارية تمام هل حضرتك وإنت داخل تستأجر شقة بتقدم على عددات كهربا ومية باسمك؟ نعم طبعا الناس مقدمين على عددات الكهربا والمية باسميه؟ كمان ما لهمش لحق أنهم يقدموا على أي إعلان خاص بالإسكان الاجتماعي وفي إفادات بالفعل سحبناها من مجلس المدينة تفيد بأن بعض الأسماء أصبحت مستفيدة تمام بالفعل من مشروع الإسكان الاجتماعي للشباب تمام وتلقت دعمها الكامل من الدولة تمام وأصبح لا يحق لي إعادة طلب وحدة سكنية مزبوط وإذا توجه لمجلس المدينة وقدم على طلب وحدة سكنية طبعا الإجراء المتبع أولا بيحصل بيكتب اسمه على الكمبيوتر ويشوف سبق ليه التقدم وأخذ وحدة سكنية أو لا مزبوط بيطلع اسمه ضمن المستفيدين فيرفض الطلب تمام أصبحت أنا النهاردة واخد شقة في عرف الدولة أنا واخد شقة إسكان الاجتماعي في عرف الإسكان الاجتماعي أنا مستفيد أنا أخدت الدعم مزبوط هيئة الأوقاف على الإيجار كإيجار كقيمة ولا عندهم اعتراض على إيه؟ لا هم عندهمش اعتراض على القيمة ولكن عندهم اعتراض على المحتوى العام ككل بمعنى زي ما بقول سعدتك هيئة الأوقاف بتعامل الناس كمستأجرين مزبوط وفارق السماء من الأرض إني أعاملها كمستأجر أو كمالك أو كمالك تمام ده شق وده شق أنا خلصت الخمس سنوات بتاعتي روح تمضي عقد تاني مع هيئة الأوقاف لمدة ممسطة لمدة خمس سنوات تاني تمام هيئة الأوقاف كان ردها إيه هنا في التوقيت ده بزرعة؟ عايز أقول سعدتك أن عقد الإيجار الموقع فيه نقطتين النقطة الأولى أن العقد يعتبر عقد أكلشي عقد سابت تمام مكتوب في مضمون العقد في الوجهة الوش العقد مساكن مبارك للشباب تمام مش هيئة الأوقاف ده معنى إيه؟ تمام ده معنى النهاردة في وقت تقديم أو في وقت توقيع العقود هاتلي شوية عقود من هنا نوضيح شوية عقود لا تمثل الهيئة ممكن غير صادرة عن الهيئة ممكن ولكن هو عقد مكتوب عليه كده ومشتوب على كلمة مبارك ومكتوب هيئة الأوقاف تمام دي أول نقطة إذن في الموضوع من البداية ما كانش فيه أي نوع من الترتيب أو التجهيز حيثيات معالي مستشار خلينا أقول لنا حضرتك إحنا بغض النظر عن المسميات ولكن أقدر النهاردة أقول أنه هيئة الأوقاف أنا كمواطن لها حقية أني أنا أتملك وحدة سكنية لا يعني أنه تحت اسم مين أو أي شعار أنا اللي يخصيني أو اللي يهمني أني أنا أتملك وحدة سكنية تمام النهاردة هيئة الأوقاف لما أنت رحت لها كمواطن علشان تجدد العقد بتاعك لمدة خمس سنوات تانية هي رفضت تستلم الإيجار بالذات كان عندها شروط تانية على حسب صحيفة الحضرتك قلت هالي الشروط التانية كانت عايزة ترفع الإيجار ولا كانت عايزة تقلل لمدة سنوية هم طلبوا الناس أولا يعني عايزة أقول لحضرتك من شهر سبعة لحد النهاردة كمية المخالفات اللي صدرت وكمية المخالفات اللي صدرت أثناء العلاقة الإيجارية تمام مش ممكنة لدرجة أن الأمر يعني غير مقبول بالمرة من شهر سبعة لما راحوا يدفعوا الإيجار طلبوا منهم إعادة توقيع عقد على الرغم أن العقد الموقع عقد الإيجار الموقع مكتوب في تجديد العقد لمدة ممثلة مع زيادة 10% دون الحاجة لتوقيع عقد آخر تمام يعني نقدر النهاردة نقول أن هم رايحين يجددوا العقد أي وهيئة الأوقاف قالت لأ أنا مش هستلم الإيجار منكم نهاردة تمام أنا رفضة العقد هي عايزة تلغي العقد الأول اللي هم مضوا عليه اللي هو فيه بندل تجديد العقد لمدة ممثلة تمام احنا منتكلم في نقطتين مظبوط النقطة الأولى أن فيه كمية مخالفات رهيبة في أثناء العلاقة الإيجارية الأولى تمام وما بعدها تمام النقطة الثانية أن العقد الموقع مع الناس الناس لا يعنيها اسم الهيئة تمام الناس لا يعنيها نوع العقد تمام أنا النهاردة واحد مواطن أنا يعني بعتذر ولكن قد أكون سوري واقف بنصبة شاي في الشارع أو عامل أرزق المواطن يهمه عايز حقه عايز ما عندوش الملكة القانونية اللي يقدر يفحص بيها ويفتح ورق ويقول لأ ده عقد إيجار أنا مضي عقد بيع أنا مش ماضي أنا ليه حقي أنا هشتكيكو ده مش موجود مع المستشار خليني أقول لحضرتك بس نظرا لدي الوقت فضل إحنا من هنا من برنامج بالتفصيل بنناشد السيد وزير الأوقاف إنه ينظر إلى المواطنين وينظر إلى تلك المشكلة ونحاول نشوف المشكلة فين ونحاول نحلها هل المشكلة إنه العقد كان إيجار من البداية أم المشكلة عند المجلس المحلي أم المشكلة عند هيئة الأوقاف المشكلة فين بالضبط فطبعا السيد وزير الأوقاف مع المستشار دايما بيسعى جاهدا إنه هو يسعى إلى حل كل المشكلات داخل الوزارة طبيعي جدا وخاصة إنه وزارة الأوقاف تمثل جهة دينية جهة دينية طبعا فما ينفعش طبعا وهو ما يسمحش إنه تحصل أي حاجة أو أي فساد داخل الوزارة ده اللي احنا حابين نوجهه طبعا من خلال برنامجنا بالتفصيل مشاهدنا كرام بشكركم للمتابعة وحافظ الله مصر وحافظ الله الوطن اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة